اشتركوا في القناة 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 اللي بمدة سنين طويلة حصلت على معدل بقرود 0.7 بنناها والمدرسة كاعدة بتتعمر وطبعاً برنامج لينها تكون مدرسة تكنولوجية بحت وهذه المدرسة فضل الله بنامجها بيقول إنه إحنا خلال السنين القادمة راح يكون عدد الطلاب فيها جميعاً 240 طالب واليوم يتم العمل على أساس إنه ناخد اعتراف لمحاتب هاي المدرسة هذا الأمر مش بسيط كل بلد تحترم حالها من المفروض يكون بيها مدرسة تكنولوجية نعم عملنا على تحسين واجهة المدارس مدرسة الحكمة والغزالة والآن نعمل تحسين مدرسة عمر بن الخطاب تسهيل الوصول إلى المدارس كنا نذكر كذيش كان يأخذنا وقتاً من وصل مدرسة الحكمة والشافعة والخوارزمي والغزالة كل يادم نذكر كيف كان مدخل عمر بن الخطاب كل هاي الأمور أنتها بلدية باقة الحالية وحصنك فضل الله قبل ما يقارب شهرين أو أقل تمويل لبناء معون يوم أو مركز الرعاية اليومي نعم تتم الآن بناء مركز الإنقاض مركز الإنقاض اللي هو منفروض يكون في محطة الإسعاف نحن الآن في وسط العمل في محطة الإسعاف نحن العمل في محطة الإطفاء وقريباً بإذن الله سنمكن محطة الشرطة من وين هي موجودة على أساس على المركز الإنقاض اللي نحكي عنه مكانها راح يكون موقف للسيارات على أساس حل أزمة السير في المنطقة هناك المصرح البلدي نعم المصرح البلدي 420 مقعد أرقى صرح ثقافي بني في عرب 48 منذ كيام الدولة ونحن نفخر به نفخر به ملعب العامر الكل بتذكر وين كانوا أبلادنا يلعبوا تذكروا على الرمل ملعب الأقوة اللي لما يسمى الأتلة ككلاة بإذن الله سنبدأ العمل فيه قريباً أنهينا التخطيط وحسننا على التمويل وهذا سيكون مشروع آخر مهم راح يكون هنا الملعب السنتيدي أو ملعب العامر بجانبه الملعب الأتلة ككلاة وبجانبه الملعب الأخضر والبركي وهيك بنوصل إحنا للهدف اللي إحنا بنطلبه طبعاً وإن شاء الله أنه هاي البلد بس راح نتطور يا رب ثلاث ملعب حارطية يا إخوان ثلاث ملعب حارطية يا إخوان الفكرة أنك تكين ملعب حارطية بحذاته إنجاز إحنا عارفين أنه موضوع تدريتي ولكن أقمنا ثلاث ملعب حارطية بالإضافة أنه إحنا والكل يعرف أنه أنارنا وضوينا ساحات الملعب في باقي المدارس باقي غربيه كبل 2011 وحداش كان فيها ملعب واحد مضاء بساعة بساعات الليل اللي هو مدرسة النجاح اليوم في عنا خمس مدارس غير الملاعب الحارطية مضاءة والأهم أنه في كل مدرسة في عنا موجود ممثل موظف بلدي اللي كان يفعل الطلاب المنتزح البلدي أضفنا كسم جديد للطفول المبكرة وأنهينا بينهينا التخطيط لإقامة منتزح جديد في مطقة واد الخروب شمال البلدة ونالك أيضا تخطيط لإقامة منتزح ثالث كرب مدرسة الرازي القاعة الرياضية نعم حصلنا على تمويل لبناء قاعة قبل ما يقارب سنة ونص وسهب أننا ما بلشناش التمويل اللي حصلنا عليه هو لبناء قاعة الرياضية بنفس الكبر اللي موجود فيها القاعة الرياضية اليوم في باكة الغربية في ثلاث أنواع قاعات كتان بين نوني وقدول والقاعة الباكة الغربية هي من النوع الصغير وإحنا مصرين إنه نكمل في هذا المشهر بني بلي بباكة الغربية بس كاعة رياضية كبيرة عشانه بس هيك بليك بباكة الغربية لمساعدة وجهود أعضاء البلدية تم تربيم بناء المستشفى بعد ما يقارب خمسين سنة شوارع حنا يا إخوان أول ما بلشنا البلدية اعملنا فحص كديش باكة الغربية في سنة 2011 بحاجة لأموال مشان إحنا نرمم ونعبد ونشق جميع الشوارع بباقة وصلنا لما يقارب 220 مليون شيك الحاجي من الطبيعي إنه إحنا ما نستناش عبين ما نجمع 220 مليون شيك ولكن البلدية الحالية يا إخوان شك الطرق وعبدت ما يقارب 29 كيلو متر كل هذا منذكر مطقة الجبل بأكملها عبدت بالإضافة إلى مناطق أخرى وهيك إحنا أكيد سهلنا على المواطنين أعمدت الكهرباء من ألف عمود كهرباء وبيزك اللي كان بالشوارع البلدية الحالية نكلت ما يقارب 500 عمود حتى خط إنترنت سريع فوتنا وحتى كهرباء كانت باكة غربية كلياتها تأخذ كهرباء من نكوداتها سبكاء واحد حتى سنة 2011 وضفنا نخرى من نكوداتها سبكاء وفي المي كل باكة غربية كلياتها كانت تأخذ مي من مصدر واحد وهذا السبب إنه كانت المي في باكة غربية رئيفة وبرضو أضفنا كمان صلحنا هذا الإشي برضو مشكلة المياه العادمة إحنا بنينا مضخطين مضخة صغيرة ومضخة كبيرة الحاوز ده المعلومية فقط عندما دخلت البلدية ما كانش يشتغل إحنا كماننا الشغل بيه واليوم كل أهل بقر يبغضوا من الحاوز هذا اللي إحنا اللي شفناه عدة سنين واقف مركز في سبيل الله نعم هو في سبيل الله ولكن يا إخوان هذا المركز أهميته إنه بيكون أي نوعية ناس كانت في بلدية باكة غربية المركز بيعطي ما يقارب لأربعمائة عائلة محتاجة أكل إسبوعيا عدنا ست شهور بهذا المشروع وهذا المشروع يكمل راح يطور إن شاء الله مشان إحنا بباكة غربية منحس ببعض وعلى فكرة هذا المشروع بحذ ذاته بمنع العنف بمنع الصريقات بخلينا نصير مجتمع صالح الرياضة أربع فرق رياضية صعدت درجة لا صح خمسة البعين لأول مرة في تاريخ باكة غربية فريق ست يصعد لدرجة الأولى الأبناء درجة صعدوا لدرجة الثانية أبناء الشبيبي لأول مرة في تاريخ باكة غربية نصعد إلى الكطرية والممتازة يا إخوانا بنحكي عن باكة غربية درجة أولى درجة كطرية ودرجة ممتازة كرة السل صعدوا أيضا لدرجة الأولى كلها بفضل الله وأيضا سجلنا السنة والأول مرة في تاريخ باكة فريق لكرة الطائرة إلى عبدوري نعم هذه هي باكة غربية إلي إحنا بنتيها بلد رياضي متحذرة يا ريسنا الغالي يا رب الغالي يا ريسنا الأهلي والغالي والغالي والكل حفظ غالي والغالي ومكتف ناش المنطقة الصناعية يا إخوان البلدية حاولت منذ بداية البلدية هاين نحن نجيب تمويل المنطقة الصناعية وبفضل الله جندنا حوالي 20 مليون شكل كلناتنا منعرف وضع المنطقة الصناعية كيف كان واليوم بلشتنا شغل في المنطقة الصناعية وهي المنطقة اللي انتوا كاعدين بيها وجيتوا على طريقها وبإذن الله في الأيام القريبة رح نطلع مناقصة مش هننكبل الكسمة الآخرى من المنطقة الصناعية لباقة الغربية هننكبلش غير الأفضل ومش رح ييجي يوم زيك نحن الوقت نكون يا ريت وننقر الحنة في البلاد اللي حوالينا باقة الغربية يحكوا لها فقط أن تكونوا بالكمة وستكونوا بالكمة بإذن الله أنا هستدوصل للموضوع اللي هو للناس ممكن ما شافتوش بس هو أخطر موضوع وأهم موضوع اللي بلدية باقة الحالية بتفتخر فيه نعم كلها تشفنا البنايات بس فيه موضوع ما يسمى تخطيط مدن يا إخوان لما دخلنا على بلدية باقة الغربية شو الكينة تخنيت آف تخنيت آف لأن عملة وقت اللجنة المعينة بتقول إنه لسنة الـ 2035 باقة الغربية لا تستحك إنها تتسع لسفر متر واحد إضافة سمي يا إخوانا شو بقول تخنيت آف بلدية باقة الغربية طبعا شو الهدف أنا بكلكم شو الهدف الهدف مشان هي أعطوا مجال لحريش اتوصل حدود باقة الغربية وإحنا حصلنا على مخططات بعرفش أنا أعطتها لإخوان مشان نحطونا إيها اليوم اللي تبين إنه حسب الخطة اللي كانت مدروسة حريش كانت لازم توصل حدود باقة الشمالية وفضل الله حاربنا هذا الموضوع وقدمنا طلب كدمنا طلب وكلنا لهم إنه في باقة الغربية اليوم في بلدية واعية متعلمة صحي تلكم بالعربة قدمنا معارضة لهذا الموضوع والمصيب الأكبر يا إخوان تامة 35 تامة 35 هي خارطة اللي موجودة هدفها واحد هو الفكر الصهيوني في دولة إسرائيل الهدف أن تمنع توسع البلاد العربي كدمنا طلب لللواء للتغيير تامة 35 وكانت المفاجأة اللي وافقوا على طلب بلدية باقة الغربية بعد الإكناع والعمل وفعلا بعد الموافقة أخذوا الخطة والطلب اللي احنا كدمناه للموافقة النهائية بالكدس لم تكن ولا مرة في باقة الغربية خلطة هيكلية كثير من المرشحين بخطأوا وفي عندهم خضأ بهذا الموضوع في باقة الغربية فيش تقنية متقار في باقة الغربية البناء يتم حسب خوار التفصيلية اللي واحد منها وفق عليها بال95 وأربعة وفق عليها بال6000 وأخرى فيهم الواويات هيك العمل كان في باقة الغربية حسب خوار التفصيلية وهذا هو السبب أنه احنا اليوم مولين بوضع أنه احنا قاعدين من حاول نعمل لتخطيط للي ينبلك بالثلاثين سنة والمفروض أنه البلدية اليوم تعمل تخطيط شو لازم ينبلك بعد ثلاثين سنة هيك البلد اللي لازم تشتغل صح يعني يا إخوان وفضل الله كان إن إنجاز بالتخطيط هائل ومهم ومش بسيط ستكون أهم من كل المشاريع اللي عملناها يعني لما كدمنا بكشالة رحبات حمشي بود طلبنا 4000 ظنوم يعني أخذنا من وافقة من اللواء مشان توسيع سطح البناء بثلاثين في المية يعني أخذنا من المحوز تمويل خارطة هيكلية في باق غربي وفي عنا اليوم يعني طاقي مهندسي بيشغل لإقامتها مع كل هاي الأمور يعني ما نسناش خوارط تفصيلية تخيل لي يا إخوان اللي بحك كاعدة عن ثلاث سنوات ونصف بلدية باقى بهاي الفترة الصغيرة كدمت خمس خوارط لنجد التنظيم وانبداف عارة اللي ووفق عليها واليوم حصلنا على تمويل من مصاد شكون لأربع خوارط إضافية ومننتظر لكمان تمويل لخارطة خامسة العاشة الإضافية بس شو النتيجة النتيجة إنه خلال سنتين ونصف من اليوم سنتين ونصف من اليوم كل باقة الغربية بتكون مخططة بكف وضع إنه إحنا نحن بالكأربا بسرش يا إخوان إنه حلم باقة غربية اليوم اللي بيوت إنه الإنسان يكون عنده كهرابا ببيته إحنا بلشنا بموضوع التخطيط وبقولكم إياها بصراحة موضوع التخطيط مش موضوع بسيط والحمد لله والحمد لله نجحنا وبقولها ببساطة العمل على الخارطة العيكلية طلب توسيع مسطح نفوف أربعة تلاف ذنم موابكة اللجنة اللوائية بعدم إلزام باقة بالخارطة التي أعلت باللجنة المعينة يا إخوان إنتفهم أنا ليش بخرف لو إنه الخارطة وتخنية الأف اللي العمت باللجنة المعينة ضلت موجودة ولا صنط في المناء في باقة غربي بمضاف لسنة الالفين وخمس وثلاثين ولا بقولكم الأول الأعطل من هيت اللي بنفس تخنية الأف افحصوها وشوفوها سفل الانترنت أربع بيت دولم بإضافة لجد بلدية مستركة باقة جد شفر باقة أربعمية جد وأنا للبادر في البلدية حرام ولا حرام كل هذا الحمد لله إحنا بطلناه اللي تقولوا أنا يا إخوان إنه في عنا إحنا خارطة مفصلة اللي هي أبيب يوز برضو مهم كثير اللي قدمناها برضو اليوم في عليها دراسة قدمنا خارطة تفصيلية على كل أراضي باقة الغربية جميع أراضي باقة الغربية اليوم مسموح أن تبني في باقة الغربية ستين في المئة من مسطح الأرض يعني على الدولم اليوم أنت مسموح تبني ستمائة متر كنت مات خارطة تفصيلية على كل أراضي باقة الغربية الي فيها هي راح يكون مسموح تبني على دولم مئة وعشرين في المئة هذا ليش البلدية عملته وأنا بقول لكم إياه بصراحة رئيس بلدي اللي ما عندوش الكدرات العلمية وبطروا على جلسات وبعرف الشي عن تخنيت مطار وشي عن خارطة مفصلة وشي عن تامة خمس وثلاثين وشي عن كل البرامج هاي اللي هي موجودة وشي عن تخنيت آف كيف دمثل باقة كيف دمثل باقة بالجلسات في اللواء كيف دمثل باقة بالجلسات بالكدس كيف بدوا يحافظ على أراضي باقة الغربية كيف لما يقعد بجلسات لواء حيفة وبقولهم ببساطة اللي فكر إنه في باقة الغربية ييجي رئيسي بحش في وجهكم أنتو غلطانين باقة الغربية بلد اللي فيها الناس اللي عندهم انتماء بس مش انتماء لحال وانتماء وعلم انتماء ومعرفة احنا بيتنا مع البلدية اللي تشتغل احنا بيتنا اجتمر من حالة مصخرة يا إخوان اخسر ذا كفاية مين كان مين كان صدق اسمعه شعم موضوع حريش في عنا لجان تنظيم في دجل تنظيم عارة في لواء حيفة في لواء الكدس راحوا زووا لجلت لواء لحالة لجلت لواء حريش سبحان الله بس اعلم ان كلهم مش لو يسوها لقول لهم شو ما عملوا بلدية باقة الغربية صاحي وعلى فكرة انا بنراكب هذا الموضوع مليح بس للأسف الشديد ليش بس بلدية باقة الغربية اللي كدمت المعارضة لحريش ليش ليش عن الوحدين اللي كدمنا معارضة وعلى فكرة بعد ما تكدمت المعارضة او كلكم اياها اصح من هيك بعد ما عرفوا ان احنا عرفنا اليوم قاعدين بيقولوا انه احنا يا بلدية باقة الغربية كدمي خارطة تفصيلية مشال الارض اللي هي كدام ابو طارق مشال الارض اللي كدام ابو طارق تقدروا تبنوا عليها وحدات سكة يا سبحان الله احنا اليوم قدمنا خارطة تفصيلية يا اخوان بموافقة اللواء ماضى عليها غئيس اللواء اللي انبنى ست بيت وحد السكن شمالي البلد على ارض المنهال هذا اللي عملوه ولاد باقة الغربية هذا اللي عملوه انا طبعا لو بدي هزا احكي عن موضوع يعني تخطيط مدن والهندسة يا اخوان انا راح اطولها كثير بس انا بدي انا بديش اطول عليكم بس ارد لكم موضوع اخر موضوع الديون بلدية باقة الغربية يا اخوان فيه شكلتين مهمات انتبهولي المليح عزمن اللجن المعينة عزمن اللجن المعينة المشاريع اللي عملوها بكت مديونة عزمن بلدية باقة الغربية الحالية مع الناش دين شكل واحد ولا لقيته مشروع مع انه لجن المعينة امدنب شعر ينسل الغالي يا ربو موضوع الدي عزمن ينسل الغالي بس اخلي والله قهلي والله بس اخلي والله احنا من عيدها حكينا انه بالنسبة للدين البلدية وصار خلاف طب انا باكلكم هيت دين بلدية باقة الغربية لما احنا بلشنا يا اخوان كان واحد وخمسين مليون وسبعمية وثمانية وثمانين الف شكل واليوم هو خمستاشر مليون وثسعمية وثنين وسبعين الف شكل بالشكل انك تقلص الميزانية بخمسة وثلاثين مليون هذ يعود اولا لفضل الله وثانيا للي كاعدين ببلدهم للي كاعدين هنا واحد واحد اللي بسبب انتماعهم للبلد وصلنا لمرحلة انه باقة الغربية اليوم من اقوى البلاد الاقتصادية المتينة وهيك عام نظر التطلع شارع الرئيسي يا اخوان كل هذا من اتذكر شو كان فيه 400 سيارة مرتبع عليها لنا البيع المنظر تبعه طوارات السير المنارة محطات الباصات مركز الخدمات البلدي 106 بركة السباحة اخجر ان اقول لماذا استعملت في الماضي مراكز خدمات عديدة مركز الشبيبة البلدي مركز الاسرة للطلاب والعسرة التعليمي ترمين مركز النطق والسمع افتتاح مركز تطوير الطفل افتتاح نادي التواصل افتتاح نادي الاجداد وحدة الحراسة للمدارس هذول عم نوهي اولاد البلد طلاب الجامعيين فترة اللجنة المعينة سبحان الله اسمع واسمع لما تكون لي انه فيش وراها انا اسباب سياسي ما حد يخرفني انا بس وحدة فهمني ليش اللجنة المعينة وقفت مشروع بيرح ليش اللجنة المعينة وقفت مشروع بيرح اللي بيعطى دعم للطلاب الجامعيين ما انتم مش دافعين من جابك ولا بتكون مش طلاب جامعيين احنا رجعنا مشروع بيرح بعد انقطاع سنوات طويلة بيرح بنح دراسي فضل الله وزعنا ما يقارب اربعمائة منح دراسي لابناء انا الفعاليات الدينية وانت باك الغربي كانت بهي اذا ايام العيد ايام رمضان فعاليات ليل انهار في المنتزه والاهم من ذلك الفعالات كانت مجانية ما تتطلع عالناس القادرين والانت باك الغربي اتطلعت عالناس غير قادرين احنا نحناش نحكيش عالناس اللي رحوا على ايطاليا نحكي عالناس اللي ضلوا بباك هذول اللي بهمونه اعطينا اولادهم الفرحة والحمد لله احنا فخرين جدا من اللي امنا على الاكل ربنا على الاكل ربنا والله اعلم رزا علينا بسبب هاي الشغل نتائج البكروت